السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة هيكون شرحة كامل للعبة فالفيديو هيكون طويل فلو انت عايز جزء معين من الفيديو ممكن تروح له هيكون فيه اكواد في الوصف وتقدر تستخدمها وما تنساش تشوف الفيديو اللي فات عن الخمسطاشر نصيحة اللي هتبدأ بيوم جامد في اللعبة وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجراز عشان يوصل لك مني كل جديد. انا سيف احمد ويلا بينا. الاستاتس. الاستاتس عندك اول حاجة اللي هو الدم بتاعك والايميبي اللي هي المانا اللي انت بتستهلكها في الاسكليب بتاعتك. الاتاتك ودي القوة بتاعتك. وده عبارة عن اللي هو بيعلي لك النسبة اللي انت بتعملها من ضرر بتاعك. يعني لو انت بتعمل ضرر بتاعك من مية لامتين لا هو يخليه لك من مية وعشر لامتين. هو يخليه لك من مية وخمسين لامتين. هو يخليه لك من مية وتمانين لامتين وعكذا يعني. ده الدفاع بتاعك. بيعلي لك النسبة اللي انت هتعمل فيها ضربة حرجة. ده بيعلي النسبة بتاعت الدرر اللي انت هتعملو في الدربة الحرجة. ده بيقلل لك الوقت بتاع اسكلات. وده عبارة عن هو بيتجاهل الدفاع بتاع الوحش يعني ايه بقى الكلام ده? يعني لو الوحش مسلا عامل فالشيلد ده مسلا بيدي له بنسبة اه خمسة في المية زيادة. فانت لو مسلا عندك اه خمسة في المية فانت على طبق الدرق ده ملوش لازم عنده. ده بيقليلك نسبة الضرر اللي انت بتعملها. ده بيقليلك الضرر اللي انت بتاخده. عندك الاولانية دي اللي هي بتعلي نسبة اللي انت بتعملها. فدي مهمة جدا للشخصية. اما التانية فالتانية ديت عبارة عن اللي انت بتاخده. يعني كل ما النسبة دي عليك كل ما عليك نسبة اللي انت بتاخده. دي عبارة عن هي بتقليلك نسبة اللي انت بتستهلكها. دي مش محتاجة شرحة يعني. ستة دول بقى اللي هم بيعلو لك نسبة ضرر بتاعت العناصر. يعني مسلا بستخدم عندي مسلا فيها المية فانا منحتاج ان انا برفع فيها ايه الاوتر ده مشوها كزا. عندك مسلا بيستخدم النار. فانت بترفعها بتحط مسلا عنده بيعلي نسبة الضرر بتاعت النار بتاعته. وهكزا. عندك تلات انواع من الاسكيلز والاااا والالتيميت سكيلز. دي الاسكيلات اللي انت بتستخدمها مثلا على طول. ديت اللي هي بتكون في شرط معين عشان تستخدمها. يعني ديت لما بتعمل قبل ما تضربة تيه عليك بالزبط فبتعمل فبتستخدم الاسكيلة دي. ديت لما يكون الوحش واقع في الارض فالاسكيلة دي بتستخدمها. دي برضو لما يكون الوحش مسلا طير في السماء فانت بتستخدمها. اما فانت عندك كزا فما فيش واحدة اقوم التانية. كلهم كويسين. انت تختار اللي انت حابب تلعب بي. انا عن نفسي بحب الالعب بالاسكيلات دي. الرون دي كمان ما خلياني احب الاسكيلات ديت. وبستخدم الاسكيلات دي عشان فيها البريك. دوت بيكسر الدرق بتاع الوحش اللي قدامك بسرعة. فانا بستخدم الاسكيلات دي عشان كده. كل لها اربع الرونز. الرونز دوت بيقوي الاسكيلز. وبيضيف عليها عناصر يعني هنا بتديف عنصر النار. بتديف عنصر الهوى. هنا عندك عنصر الهوى النور الزلام النار هكذا. وكل رونز بيغير الشكل بتاع السكيلز. يعني هنا مسلا. آآ الاسكيلات العادية غير الرونز. يعني هنا بص السكيلات دي. مختلفة. عن السكيلات دي. كل رونز بيغير شكل السكيلز. بيدي خصائص مختلفة للسكيلز ذات نفسها. وبديها عناصر مختلفة. يعني هنا مسلا دي. هتدي ضربة مختلفة خالص. آآ بعنصر الزلام. وهكذا. اما الالتيمات سكيلز. فالالتيمات سكيلز دي اللي آآ انت بتضرب بتشحن. فلما تشحن بتضرب ضربة قوية جدا. هي دي الالتيمات سكيلز. اما بالنسبة للرونز. فانت الرونز انا تقدر تجيبها بطريقتين. اول طريقة ان انت يكون معاك بوكس هيديك آآ رونز. او هيديك اللي انت تعمل بها الرونز. فاحنا هنستدامه دلوقتي عشان نشوف اهو. اهو. ما جاب ليش رونز بس داني الماتيريال اللي احنا بنعمل بها الرونز. طب احنا بنعمل الرونز دي ازاي? عن طريق حاجة اسمعها الفيشن. اللي هو ده. الماتيريال دي ازاي ما انتم شفتو. يا اما بنجيبها من الصندوق اللي كان معانا دوت. يا اما بنجيبها عن طريق ان احنا بنلعب اول احنا بنشتريها من الشوب. تعالوا برضو نعمل اه اه برضو مع بعض اهو. اهو جاب لي الرونز ديت. جاب لي الرونز دي. بنجيبها بعد كده الستون. الستون هنا بيبقى عندك اول واحدة دي معاك على طول. التانية واحدة بتقدر تفتحها من لفل خمسين والتانية ستين والتالتة سبعين وهكسب. اول واحدة اللي هي تبقى معاك على طول. ممكن يبقى معاك كزا ستون وممكن تغير الستون انت هتستخدمه. وكل ستون بيدي بف معين. يعني هنا الستون ده بتعددك ويس ده بيخليك لما تيجي الاتش بي بتاعك يوصل واحد. ان هو بيرجعلك نسبة الاتش بي ويديك شلد المدة اربعة سواني. اه هنا مسلا دي بتزود الدمج اللي انت هتعمله على حيوانات اللي هي الوحوش. دي مسلا بتقلل نسبة الاتش بي بتاعك بس بتخلي الدمج بتاعك اعلى. كل ستون بتدي بف معين. وفيه انواع كتير للستون. انا بس بس فيه انواع كدير للستون. الستون برضو بتجيبه عن طريق الفيشن. اللي احنا لسه شرحينه في الرونز. من هنا اهو. انا احنا نكون خلصنا سون جنوو. اعرفنا الستاتس. واعرفنا الستون. اعرفنا الاسكيلز. فمفاضلش غير الاسلحة والارتفاكت. الاسلحة والارتفاكت هم يتشرحوا في الفيديو برضو. بس al واحدهم. فيلا نروح للفكر التاني. الهونترز. الهنترز هنا عندك تنوع في انواعهم. يعني عندك وعندك وعندك وهي الله عندك وعندك وعندك الاستيسين اه فانت عندك تنوع كويس في الشخصيات. وعندك تنوع في العناصر اللي مع الشخصيات. اه النار والمية والنور والزلام والرياح وهكذا. طب العناصر دي بقى انا باستفاد منها ازاي? او بتجنب ان انا اتضر منها ازاي? لو مسلا عندي الصياد ده بيستخدم عنصر النار فلو داخل على بص في عنصر النار عنده حماية من عنصر النار فمش هياخد ده معي عشان الدمج اللي هيطلعه معي مش هيبقى شيء يسكر. لكن مسلا لو هو بيتأثر باللايت فانا هياخد الصيادة دي معي عشان هي هتعمل دمج ازيد يعني مسلا تعالوا كده نبص مع بعض يعني مسلا هنا اه البص اجريس اللي قدامي هنا هو ضعيف قدام اللايت قدام النور فانا هنا مسلا اروح اه بدل الصيادة دي او بدل الصياد ده اروح واخد ايه? ارو ااخد الصيادة دي معي فهنا هي بتدي دمج اعلى هتدي له دمج اعلى فهنا انا استفاد بالعناصر دي لو مسلا هو عنده حماية من النور فانا لو مستخدم دول فهم هياخدوا آآ آآ نرف ان هما مش هيعملوا ده مش اعلى هيعملوا ده مش اعلى وهكسب نيجي بعد كده نزام وهو عبارة عن يكون الشخصية دي جات لك تاني وهي معك فانت هنا بتزودها شخصية بنجمة لغاية خمس نجوم طب انا هستفاد ايه هتستفاد ان كل نجمة انت بتزودها هتزود لك حاجات آآ وبفات زيادة للصياد بتاعك يعني احنا وجينا هنا للسكيلز وجينا هنا للباسف بتاعت الشخصية هتلاقي ان هنا اول نجمة بتزود لك الكلام ده تاني نجمة الكلام ده تلات نجمة الكلام ده رابع نجمة الكلام ده خمس نجمة الكلام ده يعني انا مسلا عندي الشخصية دي مزودها نجمتين فهي مزوداني الباسف دوت ومزوداني الباسف ده بس هو ده بمختصر نظام نظام الابجريد الابجريد هنا بيعلي لك بتاع الشخصية وبيزود الدم والاتاك والديفنس عن طريق ان انت بتجمع ديت وتبدأ تطور اهو عندك لغاية اهو انا هتطور معاكم شخصية يعني هجيب شخصية اطورها كده معاكم عشان تشوفوا الموضوع مش ازاي اهو باستغلك الماتيريال دي وطبعا مع كل زيادة كل ما تعدي ليفل مسلا في الابجوريت وتخش على الليفل اللي بعده بيبقى فيه اهو اهو انا برفع الابجوريت اهو قدامكم هتشوفوا مسلا نيجي بعد كده بتاعت الشخصيات هنا بتتقسم لتلاتة طب شرح كل واحدة فيهم كده دي الدربات العادية اللي انت بتدوس على الموض تضربة وكل تلات ضربات عادية بيبقى فيه ضربة زيادة انت بتعملها ما هي دي دي الدربات اللي انت بتستخدمها زي بتاعت لما بتكون بتلعب بس بس بقى دي بتقسمها لتلاتة اول واحدة اللي هي دي لما تكون انت بتلعب والشخصية بتيجي بساعدة اه التانية واحدة ديت لما بتكون بتلعب وبتبدل ما بين الهانترز اه بتدي الاسكيلة دي تالت اه سكيلز تالت سكيلز ودي الالتمت سكيلز دي لما بتكون بتلعب بالهانترز برضو وبتجمع بتاعها وتبدأ تعمل ضربة قوية جدا بالهانترز بتاعتها كده احنا نكون خلصنا الهانترز وما فضلش غير بس الاسلحة بتاعت الهانترز والارتفاكت اه دول هيتشرحوا في نفس الفيديو ده قدام فيلا بينا عالفقرار اللي بعد كده الشادوز وجيش الزلول بتاع زونجونو هو انت هنا عندك خمسة في من هون بس اربعة متاحين اول واحد اجريس وده بيجي لك اول ما بتكي تفتح الشادوز بيزود بتاعك اربعة في المية ايرون بيزود بتاعك ستة في المية عندك تانك تانك بيزود بتاعك ستة في المية عندك ده بيزود الاتاج بتاعك تاعتها في المية الشادوز هنا انت بتستخدم انهم بس تلاتة مع سونجونو بيكون لكل شادوز فيهم الجنود بتوعه والشادوز كل ما بتستخدمه بيقل وبيخلص ممكن تخش معكش نسبة شادوز فما تعرفش ان انت تستدعيهم انت بتجمع الشادوز دي ازاي عن طريق ان انت بتلعب عادي في او ان انت بتلعب جيتس وهتجمع منهم الشادوز الارمي ليبل ده بيعلي لك التوتال باور بتاع الشادوز وبيعلي لك النسبة بيعلي لك ساعة الجيش بتاع الشادوز بتوعك يعني هنا مثلا لما هلفي الليفل تمانية فعيزيدي من 9000 ل 10000 وعيزيدي التوتال باور بتاعي عن طريق الماتيريال ديت ودي بتتجمع عن طريق الجيتس بتجمع عن طريق الجيتس عندك النظام الترقيه بتاع الشادوز بتوعك زي النظام في الهانترز. آآ بتجمع ديت والماتيريال دي هي برضو اللي انت بتفتح بيها اللي مش موجودة عندك. هي هي نفس الماتيريال. فانت هنا لما بتيجي ترقي الشادوس بتاعك بيعلي لك طبعا النسبة بتاعت الخصائص اللي هو يديانك يعني هيك كان اربعة في المية. هيعلى هيبقى خمسة في المية. هنا هيعلى هيبقى ستة في المية. هنا هيعلى هيبقى سبعة في المية. وطبعا هيديف لك زيادة وهي هيخلي الماكس ارمي ليفل بتاعك آآ اعلى هيخلي الجنود اللي انت بتستهلكهم معاك اعلى. فدي طبعا حاجة مهمة جدا. كده احنا نكون خلصنا الشادوس. ويلا بينا على الفكرة اللي بعد كده. نيجي بعد كده الاسلحة. الاسلحة هنا فيها تنوع برضو زي الهانترز. وفيها انواع كتير من اسلحة ممكن تلعب بيها على حسب ما انت تحبه على حسب اسلوب لعبك. كل اسلح بيبقى ليس كيل انت بتستخدمها مع كل سلاح بيبقى لي العنصر بتاعه. نفس نظام الهانترز برضو. كل سلاح بيبقى لي العنصر بتاعه. آآ مسلا هنا عنصر الرياح. انا انا وداخل على بص عنده دفاع من عنصر الرياح فالدمج بتاع السلاح ده هيكون اقل. فبعتمد على السلاح التاني. لو مسلا هو ضعيف قدام عنصر الرياح فانا بعتمد بشكل اساسي على السلاح ده عشان الدمج بتاعه بيكون ازياد. عندك الليفل بتاع السلاح. الليفل بتاع السلاح عندك اول حاجة من واحد لعشرين وبعد كده من عشرين لاربعين وبعد كده من اربعين لستين وبعد كده من ستين لتمانين. آآ الليفل بيزود لك الاتاك اللي انت بتعمله بيزود لك الدم بتاعك. مسلا انت رفعت السلاح بتاعك عشرين او اربعين او ستين. فانت بتقف هنا بتحتاج ان انت جمع ومحتاج تجمع العنصر بتاع السلاح ذات نفسه عشان تبدأ تطوره مسلا هنا من ستين لتمانين وابدأ اطور السلاح بتاعي زي دوت كده ان انا اقدر اطوره من ليبل ستين لليبل تمانين الادفانس الادفانس هنا مهم جدا للسلاح وهو هو نفس نظام الادفانس اللي موجود في هانترس بيكون معاك كزا سلاح من نفس النوع فبتقدر تعمله غير ان هو بيديك زيادة للسلاح ان هو بيرفع لك نسبة بتاعتك يعني هنا مسلا لما حط السلاح هنا هيزور لي نسبة بتاعتي تسعمية انا هنا بقى لما بعد ما بعمل في بتاعت سونج نوع وزود بتاعي فيها هناك لا هبدأ ان انا اقلل فيها وعلي في الاتاك عشان بيكون عندي نسبة بريسيشن عالية هنا في السلاح اللي انا بستخدمه نظام اه توتال باور ده باختصار ان هو بيرفع لك التوتال باور بتاع السلاح وبيخلوه لك اقوى عن طريق ان انت بتجمع الماتيريال دي وبتبتع تزود التوتال باور بتاع السلاح انا نكون خلصنا الاسلحة وبرضو اسلحة الهانترس تعتبر نفس النظام بتاعت اسلحة سونج نوع فاحنا نكون كده خلصنا الاسلحة ويلا بينا الفقرة انا انت عندك ثمن انواع كل هنا بيديك معين على حسب انت لابس منه قطعتين او اربع كتلة لو انت لابس هنا منه قطعتين هيديك مسلا انه هناkun ده اه تمانية في المية زيادة لو انت لابس الاربعة هيديك تمانية اه اتنين وتلاتين في المية ده مش زيادة وكذا على بقى الارتفاكت كل الارتفاكت بيديك حاجات مختلفة على حسب انت هتلعب بأني اسلوب. على حسب انت موزع بتاعتك بأني اسلوب. على حسب بتاعك بيلعب بأني اسلوب. الارتفاكت بيكون ليه اربع مستويات. المستوى الاولان اللي هو وده بيكون آآ ليه اتنين الفيكت. التاني اللي هو بيكون لي تلاتة الفيكت. التالت اللي هو بيكون ليه اربع الفيكت. الرابع اللي هو بيكون ليه خمسة الفيكت. العادي لما بتيجي تطوره بلاس خمسة هيزود لك افكت معين بلاس عشر هيزود لك افكت تاني بلاس خمس تاشر هيزود لك افكت تالت انت لو هتيجي تطور هيكون بلاس خمسة بس هيزود لك افكت تالت لان انت عندك اتنين افكت تالت هيجي في بلاس خمسة لو انت مسلا لو انت مسلا هتطور فالإبك بلاس خمسة يزود لك رابع لان انت عندك تلاتة الليجندري لما تيجي التوره هيكون مش هيزود لك بس هيزود لك نسبة من عشوائي من الدول يعني ايه الكلام ده يعني تعالوا نبص مع بعض كده لما طور بلاس خمسة ايه اللي هيحصل? هتبقى هنا بنفس الشكل ده هيكون الافكت ده النسبة بتاعته قليت وكذا لو طورت عشرة او خمستاشر الارتفاكت انت بتجيبه عن طريق وديت المفاتيح اللي انت بتستهلكها في كل دخل اللي انت بتخشها دي بتتجيبها كل يوم وممكن تجيبها عن طريق ان انت تسرف عليها جواهر وطبعا ما تعملش كده او عن طريق ان انت تجيبها باحجار سحرية وبرضو دي بتكون لك نسبة ان انت تجيبها في اليوم طب انا برضو بعرفتش ايه الارتفاكت اللي انا استخدمها لكل شخصية اه انت ممكن تبص على دي وتعرف الشخصية بتاعتك بتاعتك ايه وتبدأ تشوف الارتفاكت اللي انت بتستخدمه هل بيزود لو مسلا انا مستخدم الاربعة دول مع بعض هل بيزودوري الاتاك والكريتكال الهيت ريت لو بيعملوا كده يبقى كويس الارتفاكت يعني مسلا الارتفاكت دوت الارتفاكت ده الارتفاكت دوت احسن من الارتفاكت اللي انا هلبسه بس معايش ارتفاكت في الخصائص دي كويسة يعني انا مش معاي الارتفاكت الكامل في الخصائص دي كويسة عشان كده بستخدم الايه الارتفاكت دوت نفس الكلام هنا مسلا لو دخلنا عالهيلر اتلاقي ان هو عايز اكتش بيه وعايز كريتكال الهيت دامج وعايز هيلين جيفن انكريس فنفس المبدأ الاكسسوري والاكسسوري يرينا لها ستة انواع وهي ايه نفس نظام الارتفاكت بالزبط عن طريق ان انت لو لبست اتنين من نفس الاكسسوري بيديك ستاتس وايفاكت زيادة لو لبست اربعة بيديك ايه افاكت زيادة برضو نفس الكلام الاكسسوري نفس نظام الارتفاكت بيبقى ليه اربع لفلات الكمون والريير والإبك والليجندري ونفس نظام التطوير برضو بتاع الارتفاكت فيعتبر الارتفاكت والاكسسوري شبه ببعض في كل حاجة بالنسبة لو انت عندك ارتفاكت او اكسيسوري انت مش محتاجة انت ممكن تباعهم وتكسب منهم جولد بالشكل ده والاكسيسوري بتجيبها عن طريق الانستانس دونجن نفس نظام انكور مشن وهنا نكون احنا خلصنا الارتفاكت والاكسيسوري ويلا بينا عالفكرة اللي بعديها الكرافتينج الكرافتينج انت بتستعمله عشان ثلاث حاجات اول حاجة عشان تجيب الاسلحة الاس اس ار بتاعت الصادين تاني حاجة عشان الارتفاكت لما بتطوره بتطوره لغاية بلاس 14 بديت وعشان تبدأ ان انت تطوره من فوق 14 بتستهلك المتريل الاعلى منها فانت اي انا بتستهلك المتريل الاقل عشان تجيب المتريل الاعلى وتبدأ تكمل تطوير وده بالنسبة للتاسكيلاب بتاعت سونجينو نفس النظام برضو بتاع الارتفاكت وده بنسبة للاسكلات بتاعة الشخصيات الهنترز انا هنا هاجبزي الماتريال ده ازاي الماتريال دي باجيبها عن طريق الشوب ا antis عن طريق كروت عن طريق انها بتقصر الاسلحة الاس اس ار وبجيبها الدرو الدرو ده عبارة عن البنر اللي انت بتجيب منه الشخصيات الاس اس ار والاسلحة الاس اس ار عن طريق الكروت في عندك الكارت الابيض والكارت الاسود الكروت السودا دي بتجيبها عن طريق ان انت بتخلص التحديات اللي موجودة في الاستوري او بتخلص التحديات اللي موجودة في الشابتر كله لما تخلص التحديات دي كلها بتاعت كل شابتر هيديك الهدايا دي وبعد ما تخلصهم هيديك الايه? العشر كروت السودا. اما بالنسبة للكروت البيضة فانت بتستهلك الجمات عشان تجيبها. وبتبدأ تفتح عشان يجي لك شخصيات اس اس ار واسلحة. بتكون دي فاضية. بتخش اه تحط اربع حاجات عشان النسبة بتاعت دول وان هما يجو لك. وبعد كده تبدأ ان انت تعمل تعمل عشان يجي لك شخصيات اس اس او اسلحة اس اس ار. الجيتس. الجيتس هنا نفس نظام المنوعة بالزبط. الجيتس عندك منهم اربع انواع. الزرقة واللي هي كانت سون جنوب بيخشها في المنوعة في الاول ان هو بيشتريح الحوق بتاعتها وبيشتريها. البنفسيجي. البنفسيجي دي عبارة عن ان البوابة اتقصيت والوحوش اللي فيها تلعو. الحمرة. الحمرة دي بتكون بتنقينك لبعد تاني. والصفرة ديت مش موجودة طبعا في المنوعة بس الصفرة دي ايه? تديك روورد زيادة. اه عبارة عن ان انت بتخش بتاخد منها اه رووردات اعلى يعني كجولد. وطبعا البوابة بتديك ماتيريل كتير. بتديك الماتيريل بتاع التطوير. بتديك الارتفاك والاكسوسوري. بتديك الماتيريل بتاعت الشادوز. بتديك جولد وبتديك اكسبرينس. فالجيتس عامة كويسة جدا ومهمة جدا. والتعدين. التعدين دوت عبارة عن ان انت بتخلص جيت معينة. وبتدوس اه تاخد وقت عبارة ما هي يخلص التعدين اللي فيها. عشان تطلع لك احجار سحرية. الاحجار السحرية دي. انت تقدر تشتري بها من الشوب اه حاجات اه وماتيريل اللي تستخدمك في التطوير. الفلور. الفلور دي عبارة عن مراحل انت بتخش تعديها سواء بتلعب بسونجونو او بتلعب بالهونترز بس. كل مرحلة بتديك اه ماتيريل معينة. بتديك الماتيريل دي مسلا دي بتديك خمسين الف جولد. دي بتديك خمس سنديق في يوم العناصر بتاعت الشخصيات. بتديك اللي هتطور بيها بتديك اللي هتطور بيها بتاعت الشخصية. تديك تيكت للدرو وهكذا. يعني كل واحدة بتديك ايه? اه حاجات معينة. ودي طريقة اللي انت تجمع بيها جولد كويس في بداية اللي انت تخلص اللي انت تقدر تخلصه يعني. نزام والتيكتات اللي انت تقدر تجب منه عن طريق ان انت بتخلص التحديات بتاعته. هو عبارة عن ان كل مرحلة بيبقى لها تلات تحديات. التلات تحديات دول لما بتخلصهم بيدوك جواهر بالشكل دوت. وبيديك دوت بتاع البانر. بيبقى التحديات عندك عالمين. بيبقى كل مرحلة لها تلاتة. اول تحدي هنا مسلا ان احنا نخلص قبل مية وخمسين ثانية. تاني تحدي ان احنا نخلص المرحلة واحنا بتاعنا ما يقلش عن تلاتين في المية. وتالت تحدي ان احنا لازم نعمل اه اه تلات مرات او اكتر. اه فالتحديات ممكن ان هو يقول لك اه خش بهانتر معين او التحديات ممكن يقول لك ان انت تخش بهانتر عنده عنصر معين او ان انت لازم تدرب اخر ضربة البص بهانتر معين. فانت لو مش فاهم حاجة من التحديات دي ممكن تجيب ترجمة جوجل تترجم من المكتوب وهو وهتفهم. تترجم من المكتوب وهتفهم ان المكتوب منك وتقدر ان انت تتخلص التحدي. فكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. واتمنى ان انا اكون شراحت الليهابه بشكل سلس وبسيط. ومستاني اعرائك وتعليقاتكو في الفيديو. انا سيف احمد. سلام.